اهلا بكم طلابنا وطالبات الصف الاول الاعدادي في مادة الدرسات الاجتماعية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة ياولاد ان شاء الله هنشتغل درس جورافيا وهنكمل الجزء اللي احنا كنا بدأناه الحصة اللي فاتت لان احنا خدنا الوحدة الاولى في الجورافيا اللي هي بتتكلم عن رحلة عبر الفضاء ودرسنا فيها درسين الدرس الاول كان بيتكلم عن زواهر كونية ودرسنا في الدرس ده النجوم والكواكب والاقمار والشهب والنيازك وتعرفنا طبعا عن الكون والاسرار بتاعته الدرس التاني اللي كان بعنوان المجموعة الشمسية اللي احنا بدأناه الحصة اللي فاتت وعرفنا ان المجموعة الشمسية فيها النجم المشهور اللي هو نجم الشمس وفيه مجموعة اصاده من الكواكب بتدور حواليه في مدار بيضاوي واتفقنا ان المجموعة الشمسية بتتكون من 8 كواكب الحصة اللي فاتت اخدنا الاربع الاولانين اللي هما اسمها المجموعة الداخلية وان شاء الله النهاردة هناخد الاربع الاخرانيين اللي هي المجموعة الخارجية بس قبل ما نبدأ تعالوا نعمل مراجعة سريعة على الجزء الأول ونفتكر مع بعض مجموعة الكواكب الداخلية علشان يكون مستعدين للجزء الثاني النهاردة يلا بينا طيب احنا أولاد ده عندنا هون المجموعة الشمسية وإحنا قلنا أن مما تتكون المجموعة الشمسية بتتكون من نجوم وكواكب وطبعا احنا همنا قوي النجم المشهور اللي هو نجم الشمس والمفروض أن فيه كواكب بتدور حوالين الشمس اللي هي كواكب المجموعة الداخلية وكواكب المجموعة الخارجية تعالوا بقى نعمل مراجعة بقى على الجزء اللي احنا خدناه الحصة بتاعت المرة اللي فاتت طيب احنا عندنا أولاد أول حاجة الشمس الشمس هي مصدر بالنسبة لنا بتدينا ضوء وبتدينا حرارة طيب عندنا الكواكب اللي هم عددهم 8 كواكب فيه حاجة مهمة أوي وإنها الحصة اللي فاتت أنا دلوقتي لو قلت إن هنا الشمس فيه رقم واحد هنا أول كوكب خدناه المرة اللي فاتت اللي هو كوكب عطارد تخيل كده معايا كوكب عطارد علشان هو قريب قوي من الشمس فطبيعي هتكون درجة الحرارة بتاعته مرتفعة طيب لو قلتلك أن هبعد قوي عن الشمس وهاجل آخر كوكب اللي احنا نتكلم عنه نهاردة في آخر كلامنا اللي هو كوكب نيبتون طبيعي إن كوكب نيبتون هتكون درجة الحرارة بتاعته منخفضة يبقى دلوقتي كل ما بقرب من الشمس بلاقي درجة الحرارة بترتفع وكل ما بعد عن الشمس درجة الحرارة بتنخفض علشان كده بنلاقي الكواكب الخارجية اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هي كواكب غازية في حال التجمد في حاجة تانية احنا قلنا برضو الحصة اللي فاتت إن الكواكب الداخلية بيكون حجمها صغيرة يعني مثلا كده نقول الكوكب رقم اتنين اللي هو كوكب الزهر والكوكب رقم تلاتة اللي احنا عايشين عليه اللي هو كوكب الأرض بصوا بقى يا أولاد ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان والكائنات الحية اللي بتعيش على الأرض والمفروض إن فيه سبل وفيه عوامل مهيئة علشان احنا نقدر نعيش يعني دلوقتي لو كان كوكب الأرض هو أول كوكب مستحيل نقدر نعيش ليه؟ بسبب الكرب من الشمس والارتفاع الشديد في درجة الحرارة فربنا سبحانه وتعالى خلق كوكب الأرض في موقع مميز جدا الموقع ده بيخلي درجة الحرارة مناسبة الجاذبية كمان مناسبة على سطحه وإحنا قلنا الكلام ده الحصة اللي فاتت بالإضافة لوجود مسطحات مائية ومية بنسبة كبيرة اللي الإنسان وباقي الكائنات الحية بتحتاجها ودي جابت السؤال اللي احنا بنقول ليه كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد اللي بتكون عليه حياة إذن كوكب الأرض عليه حياة بسبب العوامل اللي بتهيئ للإنسان أو أي كائن حي يعيش عليه زي الميا وزي الغلاف الجوي والغلاف الجوي اللي هو بيتكون من غازات الإنسان يقدر يستخدمها في الحياة زي غاز الأكسجين وبرضو قلنا الحصة اللي فاتت إن فيه كواكب موجودة في المجموعة الشمسية الغلاف الغازي بتاعها جواه غازات ممكن لو الإنسان عايش على هذا الكوكب يموت ما يتحملش إن هو يعيش عليه زي مثلا كوكب الزهرة شكله جميل جدا بيظهر في السماء بأحسن صورة بالنسبة للكواكب ولكن كوكب الزهرة الغلاف الغازي بتاعه متماسك قوي لأنه هو بيتكون من غازات سمة زي غاز ساني أكسيد الكربون يعني معنى كده إن كوكب الأرض بالفعل هو الكوكب الوحيد اللي عليه حياة ولكن أي كوكب آخر من اللي إحنا درسناهم وهندرسهم النهاردة مفيش عليه حياة تعالوا مع بعض بقى بعد ما إحنا راجعنا على الكواكب الداخلية ندخل على الكواكب الخارجية اللي هي موضوعنا النهاردة ونتكلم عنها بشيء من التفصيل يلا أولاد بقى نبدأ مع بعض الجزء التاني من الدرس بتاعنا اللي هو طبعا بعنوان المجموعة الشمسية بس قبل ما نبدأ الشرح عايزين نشوف مع بعض فيديو من بنك المعرفة نخلصه وبعد كده نرجع نعقب ونتناقش فيه ويأتي بعد المريخ كوكب المشتري وهو كوكب مميز لأنه أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما ويتم دورته حول الشمس كل 12 سنة أرضية ثم هذا الكوكب الرائع المميز بحلقات الألوان الحلزونية التي تدور حوله بألوانها الحمراء والبنفسجية والزرقاء الجميلة التي تتكون من أجسام صخرية وجليدية فهو يسمى زحل ويتم دورته حول الشمس كل 29.5 سنة أرضية أما هذا الكوكب الذي يشبه الكرة الملساء خضراء اللون التي تميل إلى الأزرق فيسمى أورانوس وهو يشبه في تركيبه زحل والمشتري ويتم دورته حول الشمس كل 82 سنة أرضية أما هذا الكوكب الذي يظهر مثل ماسة زرقاء تشع ضوءا خافتا فيسمى نبتون وهو توأم لأورانوس لكنه أكثر برودة لبعده عن الشمس فهو يستغرق في إتمام دورته حول الشمس 165 سنة أرضية سبحان الخلاق الذي خلق هذه الكواكب وجعل سرعتها تتفاوت بين سرعة عطارد و سرعة نبتون طبعا يا أولاد زي ما احنا سمعنا كده إنه هو كان بيتكلم عن المجموعة الخارجية وأول حاجة قلناها إنه هم أربع كواكب إحنا الحصة اللي فاتت قلنا المجموعة الداخلية اللي هي كانت عطارد والزهرة والأرض والمريخ دلوقتي هو لسه في الفيديو بيقول إن المجموعة الخارجية اللي هي كوكب المشتري و كوكب زوحل و أورانوس و آخر الكوكب هو كوكب نبتون طيب إيه اللي احنا نستنتجه من الفيديو ده أول حاجة إنه أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية هو كوكب المشتري و إحنا برضو قلنا الحصة اللي فاتت إن الكواكب الداخلية كان حجمها صغير بالنسبة للكواكب الخارجية طبعا الحجم بيفرق في السرعة فبما أنه إن الكواكب الداخلية كان حجمها صغير فكنا بنلاقيها إن هي سريعة في الدوران زي كوكب عطارد قلنا إن هو بيتم الدورة بتاعته كاملة حوالين الشمس في 88 يوم أرضي طيب دلوقتي إحنا ما نتكلم على كوكب زي كوكب المشتري هنلاقي إن هو بياخد فترة كبيرة جدا علشان يتم الدورة بتاعته حوالين الشمس تعالوا بقى نتعرف على الكواكب الخارجية ونبدأ بكوكب المشتري بيقول لي هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية يدور حول الشمس كل 12 سنة أرضية طبعا دي فترة كبيرة جدا يعني إحنا الحصة اللي فاتت برضو قلنا تعالوا نقارن ما بين الحياة على كوكب الأرض والحياة على أي كوكب آخر دا لو كان في حياة تسمح أو تصلح طيب دلوقتي لو أنا مثلا عمري سنة واحدة يعني أنا تميت سنة واحدة على كوكب المشتري يكون واحد عايش على كوكب الأرض تم 12 سنة لأن إحنا اتفقنا دلوقتي إن كوكب المشتري علشان يكمل الدورة بتاعته أو السنة على سطحه بتساوي من كوكب الأرض 12 سنة أرضية وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية فيه سؤال في المتحان ممكن يجي لي يقول لي إيه؟ ضع لامة صحة أم خطأ؟ أكبر كواكب المجموعة الخارجية مثلا كوكب زوحل طبعا الكلام دا غلط أنا عندي كوكب المشتري هو أكبر كوكب في المجموعة الخارجية وأكبر كوكب في المجموعة الشمسية كلها طيب تعالوا بنا نتكلم على الكوكب الثاني وهو كوكب زوحل كوكب زوحل ليه شكل مميز كده زي ما احنا شايفين أن فيه حلقات حلزونية موجودة حواليه أو بتدور حواليه هي عبارة عن إيه بقى الحلقات الحلزونية دا بيقول لي هي عبارة عن أجسام صخرية وجليدية خلي بالك بقى من موضوع جليدية ليه جليدية؟ لأن الكوكب دا بعيد عن الشمس وإحنا لسه في المراجعة قالين أن كل ما بقرب من الشمس درجة الحرارة بترتفع وكل ما ببعد درجة الحرارة بتنخفض طيب دلوقتي كوكب زوحل في موقعه بالنسبة للشمس هو رقم كام؟ هو رقم 6 يعني هو باعت جدا عن كوكب متأسف باعت جدا عن نجم الشمس فبالتالي درجة حرارته انخفضت فالأجسام اللي موجودة حوالين الكوكب من الخارج هي عبارة عن صخور وجليد طيب بتظهر بألوان مختلفة ولا هي بتاخد لون واحد؟ لا بيقول بتظهر بألوان مختلفة زي اللون الأحمر والبنفسجي والأزرق يعني كوكب زوحل لما احنا بنتشوفه في الفضاء بيكون مميز جدا وبيتميز عن باقي الكواكب بإيه بقى؟ بالحلقات الحلزونية خلي بالك من معلومة مهمة مش كوكب زوحل لوحده اللي موجود حواليه حلقات حلزونية واحنا هنشوف لما نكمل الدرس طيب ليه كوكب زوحل؟ هو المميز بالحلقات دي لأن الحلقات دي حجمها كبيرة وعددها كتير فبالتالي هو مميز بيها هنشوف دلوقتي كمان شوية كوكب قرانوس هيكون حواليه حلقات حلزونية ولكن يكون حجمها أصغر بيقول لي هنا حجم كوكب زوحل يساوي 763 مرة حجم الأرض يعني كوكب زوحل قد الأرض 763 مرة حجمه كبير قوي وبالتالي هيكون السرعة بتاعة الدوران بتاعته بطيئة تعالوا نشوف مع بعض بياخد وقت قد إيه علشان يكمل الفترة بتاعته أو الدورة بتاعته الكاملة حوالين الشمس بيقول لي بيستغرق 29.5 سنة أرضية يعني ممكن يكون شاب عندنا على كوكب الأرض عمره 29 سنة ونص ويكون ولد على كوكب زوحل لسه بيتم السنة الأولى من عمره طيب ليه كوكب زوحل بطيء قوي كده؟ نظرا لحجمه إحنا لسه يقلين حجمه قد إيه؟ بيساوي 763 مرة حجم الأرض طيب دلوقتي أنا لو عايز أرسم الكواكب أنا مثلا معايا كان راسة رسمة بتاعتي وبارسم الكواكب بس ما أسمتهاش يعني أنا ما قلتش تحت كل كوكب الإسم بتاعه تقدر تحدد لي الكوكب ده هو إيه؟ آه طيب هنقدر نحدد إزاي؟ كل كوكب ليه حاجة مميزة أو علامة مميزة على سبيل المثال كوكب أخدنا الحصة لفاتت كان لونه أحمر يعني ما جاء أعمل لك كوكب أرسمه ولونه باللون الأحمر أنت هيجي في بالك على طول هو كوكب مين؟ هو كوكب المريخ اللي احنا قلنا أنه هو كوكب لونه أحمر بسبب تربطه الغنية بأكسيد الحديد الأحمر طيب كوكب زحل أنا عايز أرسمه وابين لك أنه هو زحل هاعمل حواليه الحلقات الحلزونية طيب لو سألني الحلقات الحلزونية ده هي عبارة عن إيه؟ أقول له عبارة عن صخور وجليد طيب ليه جليد؟ نظرا لبعده عن الشمس طيب تعالي بقى نشوف مع بعض الكوكب رقم سبعة وهو كوكب أورانوس زي ما أنتوا شايفين كده طبعا كوكب أورانوس برضو حواليه حلقات حلزونية ولكن مش بالحجم ومش بالشكل اللي موجودة حول كوكب زحل بيقول يظهر في السماء على شكل كرة ملساء يعني يا أولاد كلمة كرة ملساء أنا دلوقتي عندي مثلا أما يجا أقولك أن السطح اللي قدامي ده سطح الدسك ده سطح أملس أملس يعني ناعم وفاضي أنتوا زي ما أنتوا شايفين كده أن كوكب أورانوس السطح بتاعه ناعم فإحنا بنقول لهو بيظهر في السماء على شكل كرة ملساء أو نعمة يعني طيب بيقولي هنا اللون بتاعه لونه أخضر يميل إلى الزركة خلي بالك قوي من المعلومات دي وعلشان في الأسئلة بتاعت الامتحان ممكن تلقبطك أنا ما نفعش أقول على كوكب أورانوس لونه أخضر وما نفعش أقول عليه لونه أزرق إحنا بالعامية كده ممكن نقول هو أخضر مزرق أو باللغة العربية نقول هو لونه أخضر يميل إلى الزركة يعني هو اللون اللي هو متدرج ما بين الأخضر وما بين الأزرق طب أنا ليه بقول الكلام ده لأن فيه كوكب عندي إحنا ننرسه كمان شوية هو يسمى بالكوكب الأزرق فأنا ما ننفعش إن أنا أقول اللي اتنين زرق لأ كوكب أورانوس هو لونه أخضر يميل إلى الزركة يشبه في تركيبه كوكب زحل وكوكب المشتري يعني يشبه في تركيبه الكواكب دي أولاد زي ما احنا اتفقنا هي مجموعتين مجموعة داخلية اسمها الكواكب الأرضية يعني كواكب أرضية يعني عبارة عن صخور والمجموعة الخارجية اسمها الكواكب الخارجية أو الكواكب الغازية لأن هي عبارة عن غازات طب ما ما أجأ أقول لك كوكب أورانوس وكوكب زحل والمشتري بيتشبه في تركيبهم يعني الغازات اللي موجودة أو بتكون الثلاث كواكب متشابهة أو متقربة فبالتالي بقول إن هم متشابهين بيقولي بقى مدة الدوران بتاعته احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت كل ما ببعد عن الشمس بلاقي الكواكب بتاخد فترة أطول والسرعة بتاعتها بتبقى بطيقة كوكب أورانوس بيسترق 82 سنة أرضية لو برضو عملناها كمكرنة بين وما بين الأرض يعني أنا لو عايش على كوكب الأرض وبقى عمري 82 سنة يعني أنا رجل عجوز هلاقي واحد على كوكب أورانوس بيتم السنة الأولى من عمره يعني كوكب أورانوس بياخد 82 سنة من سنوات الأرض علشان يكمل الدورة بتاعته حوالين الشمس تعالوا بقى مع بعض ناخد الكوكب الأخير وهو كوكب نبتون كوكب نبتون ليه شكل مميز جده يعني لما بيظهر في السماء احنا بنعرفه ونقدر نميزه طب بنعرفه ازاي بقى بيقول لي يبدو في السماء كمسة زركاء هي ايه أولاد كلمة مسة المس اللي هو الألماظ أو الكريستال يعني أنا دلوقتي لو جبتلك مثلا قطعة ألماظ أو ألماظة صغيرة كده أول حاجة تلاقي بتلمع يعني فيه تحسنها يعني شكلها واضح قوي وظاهر قوي وبتلمع قدامك طيب المس ليه ألوان هنا بيقول لي بقى المسة ديت اللي هو الكوكب ده لونه أزرق يعني يظهر في السماء كوكب نبتون كأنه مسة أو قطعة من الألماظ لونها أزرق طيب اللون الأزرق ليه سبب؟ آه طبعا ليه سبب تعالوا نكمل مع بعض كده بيقول لي المسة الزركاء تشاع ضوء خافت يعني أولاد كلمة ضوء خافت يعني هي بنورة بس الضوء بتاعها غامق شوية طيب يسمى الكوكب الأزرق دايما اللون الأزرق لما بنيجي نلونه على الخرايط أو نلونه إحنا بنرسم يعني بيكون بيميز المياه أو المسطحات المائية يعني كوكب نبتون الكوكب الأزرق فأكيد فيه مياه على سطحه ومش أي مياه ده مياه بمساحات كبيرة جدا بس المياه اللي على سطح كوكب نبتون مياه متجمدة يعني هي عبارة عن جليد خلي بالك بقى في المقارنة ديت ما بين كوكب نبتون وكوكب الأرض كوكب الأرض بيسمى بالكوكب المائي ليه إيه السبب بما تفسر؟ كوكب الأرض يسمى الكوكب المائي هقول لأن المياه تشكل 77 من 10% من حجمه أو مساحته طيب ليه كوكب نبتن بيسمى بالكوكب الأزرق؟ هقول لأنه يبدو في السماء على شكل ماسة زرقاء طيب اللون الأزرق ليه سبب؟ آه طبعا ليه سبب لأن طبعا سطحه مياه ولكن مياه متجمدة طيب إيه سبب التجمد؟ ليه المياه متجمدة؟ بسبب بعده عن الشمس لأنه طبعا فيه مسافة كبيرة جدا وعلى فكرة يا أولاد المسافة اللي ما بين الكواكب وما بين الشمس مش بتتقاس زي ما احنا بنقيس كلا في المسافات بتاعتنا على سطح الأرض أقول مثلا 10 كيلو متر لا دي بتتقاس بملايين الكيلو مترات فطبعا مسافات كبيرة جدا فطبعا كل ما المسافة تزيد كل ما لاقي درجة الحرارة بتقل وقد تصل إلى التجمد زي مثلا كوكب نبتن طيب مدة الدوران بتاعته كوكب نبتن لأنه هو أبعد الكواكب عن الشمس فهو بياخد فترة كبيرة جدا علشان يكمل الدورة بتاعته حوالين الشمس طب الفترة دي تقدي إيه؟ بيقول لي 165 سنة طبعا إحنا زي ما درسنا كده الكواكب وعرفنا كل كوكب بياخد وقت قدي عشان يكمل الدورة بتاعته أقدر أستنتج الآتي فيه كواكب بتاخد فترة صغيرة قوي وفيه كواكب بتاخد فترة متوسطة وفيه كواكب بتاخد فترة كبيرة جدا جدا من ضمن الكواكب اللي بتاخد فترة صغيرة قوي فترة لا تسكر هو كوكب عطارد إحنا قلنا بيكمل الدورة بتاعته في 88 يوم من أيام الأرض من ضمن الكواكب اللي بتاخد فترة متوسطة كوكب الأرض وإحنا عارفين إن كوكب الأرض علشان يكمل الدورة بتاعته كاملة بياخد 365 يوم ربع من ضمن الكواكب اللي بتاخد فترة كبيرة قوي قوي علشان يكمل الدورة بتاعته كوكب نيبتون علشان يكمل دورته يستغرق 165 سنة أرضية طيب دلوقتي يا أولاد إحنا درسنا الكواكب كلها على بعضها الداخلية والخارجية الحصة اللي فاتت قلنا الكواكب كلها وراء بعضها يعني كل كوكب مفيش أي فاصل ما بين الكواكب الداخلية والخارجية كلهم جايين بالتدريج لا إحنا قلنا إن الكواكب الداخلية ألاقي فاصل بعد كده أكمل الكواكب الخارجية إيه الفاصل ده بقى؟ حاجة اسمها حزام الكواكبات إيه بقى حزام الكواكبات؟ هو كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن صخور ومعادن طيب هي علشان حجمها صغير يعني حجمها أصغر من الكواكب ما قلتش عليها كوكب قلت عليها كواكبات وإحنا قلنا إن كوكب المصرر بتاعها كواكب ودي مجموعة من الكواكبات هي بتفصل الكواكب الداخلية عن الخارجية قلنا برضو معلومة تانية ليه الكواكب مش بتصطدم ببعضها يعني أنا مثلا دلوقتي عندي كوكب نيبتون اللي هو آخر كوكب فيه كوكب قابليه على طول اللي هو أورانوس ليه مش بيحصل استضامة بينهم لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل كوكب ليه مدار معين المدار ده اللي هو الطريق اللي هو بيدوع جواه ومش بيخرج عنه طيب الكواكب عموما المدارات بتاعتها ليها شكل معين؟ آه طبعا ليها الشكل البيضاوي طيب لو أنا جبت دلوقتي الكواكب ورسمتهم كلهم اللي هم التمن كواكب وعايز أميزهم فيه مميزات بتميز الكواكب؟ آه طبعا تعالوا مع بعض كده نراجع وانا أسأل وانتوا تجاوبوا معايا دلوقتي فيه مثلا كوكب بيتميز باللون الأزرق اللي هو كوكب مين؟ برافو عليكم اللي هو كوكب نيبتون فيه كوكب بيتميز ان هو من بره بيتكون فيه حلقات حلزونية حول سطحه اللي هو أين كوكب بقى؟ كوكب زوحل برافو فيه كوكب بلاقيه بيتميز باللون الأحمر الكوكب الأحمر اللي هو طبعا معروف جدا اللي هو كوكب الذي يلي الأرض على طول وهو كوكب المريخ وإحنا قولنا إيه سبب؟ اللون الأحمر إن هو طبعا التربة بتاعته غنية جدا بأكسيد الحديد الأحمر فيه برضو كوكب هنلاقيه حجمه صغير أوي اللي هو أصغر الكواكب وفي نفس الوقت هو أقرب الكواكب للشمس اللي هو كوكب مين؟ عطارد طيب تعالوا مع بعض نشوف الأسئلة بتاعتنا من بنك المعرفة على الدرس أول سؤال بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس أنا عايز أعودكم يا أولاد في السؤال بتاع تخير الإجابة الصحيحة لأن طبعا فيه طلبة كتير أول ما يلقوا السؤال ده بيقولوا أنه هو سؤال سهل في الإجابة بتاعته والكلام ده من الصح لأن أنت ممكن تلاقي في الاختيارات اختيارين جايبهم لك قريبين من بعض فأنت تختار تختار الأولاني مثلا ولا التاني فممكن لو اخترت الأولاني الإجابة تطلع التاني فأنت تغلط وطبعا أنت هنا ما بتغلط بتخسر درجة كاملة الأسئلة المقالية زي بيما تفسر أنا ممكن أكتب إجابة يكون الإجابة مش صحة قوي فياخد نص الدرجة إنما السؤال زي ده أنا لو عملت علامة أو عملت دايرة حاولين الإجابة لو هي غلط فأنا بخسر درجة كاملة طب إحنا نحل السؤال ده إزاي علشان أكون مطمئن تماما إن الإجابة بتاعتي صح امسك الإختيارات بتاعتك يعني أنت مش تقرأ السؤال وتجاوب على طول امسك الإختيارات بتاعتك هم أربع إختيارات فيه واحد منهم صح تعالي نشوف التلاتة التانين لازم يكونوا غلط يعني لازم أستسنيهم تماما تعالي نشوف مع بعض كده السؤال والإختيارات بتاعته بيقول يطلق على كوكب نبتون الكوكب إيه مع بعض كده واحدة واحدة توقم الأرض إيه اللي جاب كوكب نبتون لكوكب الأرض كوكب الأرض ده هو موجود في المجموعة الداخلية وكوكب نبتون موجود في المجموعة الخارجية كوكب الأرض هو كوكب أرضي أو صخري كوكب نبتون هو كوكب غازي يعني المعلومة دي لوحدها تخليهم أن هما الاتنين مستحيل يكونوا توقم أبدا طيب نشوف المعلومة التانية بيقول لي الكوكب الأحمر إحنا لسه إلي من شوية وقلنا الحصة اللي فاتت وإحنا حفظين أن الكوكب الأحمر اللي هو كوكب المغيخ بسبب غينة ربطه بأكسيد الحديد الأحمر يبقى برضو الجزء التاني دوات غلط نشوف الجزء التالت بيقول لي الكوكب الأزرق طيب هل كوكب نبتون هو ممكن يكون الكوكب الأزرق؟ أسترجع المعلومات بتاعتي المستر قال إيه؟ إن كوكب نبتون بيظهر في السماء على شكل مسة أو قطعة من الألماص كده أو الكريستال لونها أزرق إيه سبب اللون الأزرق؟ علشان الكوكب ده غني بالمياه ولكن المياه متجمدة يعني فعلا الكوكب ده هو يتميز باللون الأزرق إذن هو الكوكب الأزرق يبقى أنا وقع نظري على حاجة فلقيت إن الحاجة ديت هي أقوى حاجة طيب يقول لي توقم أورانوس محنا عايزين بقى نشوف الرابعة ديت يعني نتأكد إن هي غلط ما تنفعش خالص توقم أورانوس إحنا لسه يعيلي من شوية أولاد إن الكوكب اللي هي بتتشابه مع بعضها في التركيب كوكب المشتري وكوكب زحل وكوكب أورانوس أما جينا شرحنا نبتون ما قلناش إن هو بيتشابه معهم خالص فهو مستحيل يكون توقم لأورانوس يبقى الإجابة بتاعتي صح يعني أنا كده جوبت على السؤال وأنا خارج من امتحان متأكد إن الإجابة بتاعتي صح من غير ما راجع تعالوا بقى نشوف مع بعض السؤال التاني وعايزكم بقى تجاوبوا بنفس الطريقة اللي أنا عملتها طيب يقول لي هنا تدور حول كوكب نقط حلقات حلزونية نبدأ مع بعض بقى زي ما تعودنا أول حاجة كوكب المشتري أنا دلوقتي لما جيت شوفت كوكب المشتري أنا ما لقيتش حواليه الحلقات الحلزونية اللي موجودة حوالين الكوكب اللي المفروض هنجاوبه دلوقتي يبقى كوكب المشتري دوت لا ما ينفعش بس خلي بالك بقى كوكب المشتري طالما إحنا ذكرناه عايزين نتأكد جداً إن المعلومات سيبتت في دماركم هو يعتبر الترتيب الكام من حيث البعد عن الشمس أنا في دماري بياجع معك كده وبحط نفس مكانك أنا الكواكب من أول كوكب عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري يبقى هو الكوكب الخامس طيب إذن هو خامس كوكب وهو أكبر الكواكب من حيث الحجم طيب كوكب اللي بعده يقولي كوكب نيبتون هل كوكب نيبتون حواليه حلقات حلزونية لا أنا ما جيتش شوفت كوكب نيبتون إحنا قلنا إن هو بيظهر في السماء على شكل كرة خضراء تميل إلى الزركة بس ما قلتش موضوع حلقات حلزونية دي رقم ثلاثة كوكب زوحل زي ما احنا قلنا يا أولاد إن كوكب زوحل هو بالفعل بيتميز بالحلقات الحلزونية إذن هي دي الإجابة بتاعتي وكوكب أورانوس في حواليه حلقات حلزونية ولكن مش بالشكل المميز اللي حوالين كوكب زوحل تبقى الإجابة الصحة هو كوكب زوحل نشوف مع بعض السؤال التاني بيقولي بما تفسر السبب ليه كوكب نيبتون شديد البرودة نحن لسه إلين في المراجعة إن أنا الكوكب بتاعتي لما تبعد عن الشمس بلاقي درجة الحرارة بتنخفض يبقى سبب البرودة الشديدة إن كوكب نيبتون بعيد جدا عن الشمس أو هو أبعد الكوكب السؤال الأخير بيقولي أكتب ما تدل عليه العبارات الأتية اللي هو أكتب المصطلح الجغرافي أكبر كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم لسه طبعا أيلين هو كوكب المشتري بكده أولاد نكون خلصنا مع بعض درس المجموعة الشمسية لقسمناها مجموعة داخلية ومجموعة خارجية أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتم منه وإن شاء الله نتقابل مع بعض في الحصة الجاية مع درس جديد في منهج الجغرافيا واشوفكم إن شاء الله على خير المرة الجاية والسلام عليكم